اداعش رمضان واليوم رح احكي لك افضل ثلاث لاعبين ارتدوا الرقم اداعش برأيي الشخصي وان شاء الله ما اظم لاعبين بالمركز الثالث النجم الولزي واحد اساطير ريال مدريد الجناح السريع قارث بيل قارث بيل احرم شد شد بكل صراحة كنت محتار بين بيل وديمارية ولكن اخترت بيل لانه لبس الرقم اداعش بفترة اطول من مسيرته صح بيل انظلم بنهاية مسيرته ولكن ما لازم ننسى ثلاثية مدريد التاريخية ووصول الولز لكأس العالم مرتين كان سبب مهم جدا فيهم والمركزين التاني والاول احترت جدا بينهم مين الافضل لانك اللاعب بيتميز عن التاني بشي فقررت انه انتو تختاروا مين الافضل انتو مبلوا انا ما دخلني اللاعب الاول هو النجم البرازيلي وصاحب الامكانيات العالية ولكن للأسف قرارات غريبة نيمار جونيور اي نعم انا بحب نيمار وما في اتنين بيختلفوا عموهبته يمكن لو نيمار ضل ببرشلونة او راح للدوري الانجليزي كان اثبت نفسه اكتر ولكن للأسف عقلية برازيلية واللاعب التاني اللي يغير مفهوم اللاعب العربي بالملاعب الاوروبية وصعد من العدم للقمة الفرعون المصري محمد صلاح ان كنت بتحب صلاح او لا ما فيك تنكر موهبته واستمراريته واداءه الرائع والعمل الشاقي اللي عمله بمسيرته كلها لاعب اعاد لليفربول الدوري والابطال بعد سنين طويلة وبكل سنة بيثبت انه الافضل بالعالم بالدوري الاصعب بالعالم بكل صراحة انا ما يلأ اكتر لصلاحه وما بحب كلمة امكانيات طب شو بتفيدني امكانياتك اذا ما استثمرت فيها وبحب اللاعب اللي بيشتغل على حاله وبيثبت نفسه